بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذلسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنقوم بمراجعة الفئات النقدية من فئة ريال وريالان وخمسون هللة في إثراءات رقم اثنان في إثراءات رقم اثنان طيب قبل أن أبدأ أبدأ نذكر بالقوانين الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بيد الحصة الجلوس بشكل صحيح في مكان هادئ بجانب ولي أمرك حتى يستطيع مساعدتك عند الحاجة وأيضا تكون في مكان هادئ حتى تستطيع التركيز مع المعلمة ثم عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس نأتي للأهداف التعليمية للفئات النقدية ريال وريالان أن يكرر طالب الفئات النقدية خلف المعلمة ثم يسمي هذه الفئات النقدية أيضا يستخرج الفئات النقدية المطلوبة منه ثم يصل الفئات النقدية بالقيمة المناسبة لها ثم يرتب طالب وطالب السلع من الأقل والأعلى سعر نبدأ بهذه العملات الورقية والمعدنية نحن دائما نستخدم عندما نقوم بشراء بعض الأشياء سواء من السوق أو السوبر ماركت العملات المعدنية أو الورقية طبعا عندنا هنا على الطاولة اللي عملة ريالان عملة ريالان لاحظوا الرقم الموجود داخلها رقم اثنان أيضا العملة رقم واحد اللي هو ريال ريال وأيضا العملة خمسون هللة اللي هي نصف ريال نصف ريال أيضا في عملات ورقية اللي هي مثل هذه العملات الخمسة والعشرة والريال والمية أيضا الريال يختلف شكله يختلف شكله لماذا؟ لأن كل ملك يأتي تصدر عملات معدنية أو ورقية جديدة يعني مثلا في عهد الملك فهد رحمة الله عليه كان الريال بهذا الشكل أيضا في عهد الملك عبد الله رحمة الله عليه أيضا كان الريال ورقي بهذا الشكل أما في العهد الحالي في عهد الملك سلمان حفظه الله أصبح الريال معدني توجد فيه صورة الملك سلمان والجهة الأخرى رقم واحد باللغة الإنجليزية بهذا الشكل رقم واحد في عهد الملك سلمان طيب عندي الآن قلم رصاص وقلم أزرق ودفتر كل هذه الأشياء موجود سعرها هذه بريال وهذا عندي القلم الرصاص بريال واحد هذه هي العملة ريال واحد أقدر أستخدم هذه العملة أو أستخدم النصف ريال مع بعض حتى أكون الريال الواحد أخذناها سابقا أيضا في ريال ونصف اللي هو الريال عملة قطعة واحدة مع الخمسون هللة كونت لي ريال ونصف أو أستخدم الخمسون هللة ثلاث مرات حتى أكون مع العملتين هذه ريال والنصف ريال بالخمسون هللة الأخرى أيضا هذا الدفتر سعر ريالين إما أني أستخدم هذه العملة موجود فيها رقم اثنان باللغة الإنجليزية أو أستخدم عملتين من الريال حتى أكون ريالين طيب عندي هنا في هذا النشاط صل بين العملات النقدية بما يطابقها في الجهة المقابلة عندي هنا رقم واحد باللغة الإنجليزية أولا إذن هذه العملة ترمز لريال واحد هنا خمسون هللة إذن ترمز لنصف ريال هنا الرقم اثنان باللغة الإنجليزية أو تو ترمز لريالين في الجهة الأخرى أيضا نفس العملات ولكن أريد منك أن تبحث كل عملة عن ما يطابقها خلونا نبدأ بهذه العملة وهي ريال واحد لاحظوا رقم واحد باللغة الإنجليزية أولا أين هو الريال المعدني في الجهة المقابلة المطابق للريال المعدني في الجهة الأخرى أين هو الريال نشير على الشاشة ممتاز أحسنتم هذا الريال وهذا الريال أيضا مطابق له طيب نأتي للعملة الأخرى خمسون هللة أو نصف ريال أين هي العملة المعدنية المطابقة لها أحسنتم هذه خمسون هللة أو نصف ريال نأتي للعملة الأخيرة ريالان ريالان لم يتبقى إلا هذه العملة إذن أطابق الريالان مع الريالان في الجهة المقابلة إذن طابقت العملات مع بعضها البعض طيب في هذا السؤال ضع دائرة حول العملة النقدية ريال دائرة حول العملة النقدية ريال وخطا أسفل العملة النقدية خمسون هللة عندي مجموعة من العملات المعدنية تختلف بعضها ريال بعضها ريالين بعضها خمسون هللة طيب خلونا نبدأ بالجزء الأول من السؤال ضع دائرة حول العملة النقدية ريال نبحث عن ريال واحد فقط ونشير على الشاشة لولي أمرك الذي بجانبك أين هو الريال أين هو الريال حتى أضع دائرة أحسنتم هذا ريال طيب هل يوجد ريال آخر نعم أيضا هنا ريال آخر إذا وضع الدائرة حول العملة المعدنية ريال نأتي للجزء الثاني من السؤال وخطا أسفل العملة النقدية خمسون هللة قلنا شمعنا الخمسون هللة اللي هي نصف الريال نصف الريال أين هي الخمسون هللة التي نرمز لها بخمسة وصفر باللغة الإنجليزية أحسنتم هذه سأضع خط أسفلها أيضا هل يوجد نصف ريال أو خمسون هللة أخرى أيضا هنا في الأخير خمسون هللة لذلك وضعت خط أسفلها طيب لو سألتكم عن هذه العملة ما اسمها هذه العملة أحسنتم ريالان لأن مكتوب داخل هذه العملة رقم تو باللغة الإنجليزية إذن هي تدل على ريالان طيب نشوف شيء آخر أكتب قيمة ما يملكه كل طالب من الفئات النقدية عندي محمد وبسام لاحظوا محمد في البداية هذا محمد كم عنده هذه العملة طيب عشان أعرف القيمة حقتها يعني كم عنده بالضبط أشوف الرقم اللي داخل هذه العملة كم هذا الرقم رقم كم أحسنتم رقم واحد إذن عنده كم ريال واحد إذن لديه ريال واحد فقط ريال واحد فقط طيب بسام بسام لاحظوا بسام كم عنده من عملات كم نعدها مع بعض كم تصير المجمل المجموع حدها كم أحسنتم ريال وريال آخر إذن تصير كم ريالان إذن عنده كم ريالان ريا لا إذن عنده ريالان طيب نشوف شيء آخر ضع دائرة حول العملة النقدية ريالان من بين هذه العملات ريالان أين هي نشير على الشاشة للعملة النقدية ريالان أين هي أحسنتم هنا لأن هنا داخلها الرقم تو باللغة الإنجليزية إذن هذه العملة التي تمثل ريالان طيب لو سألتكم عن هذه العملة تمثل أي قيمة ريال واحد أحسنتم وهنا أحسنتم النصف ريال هي أقل شيء نصف ريال ضع علامة صح إذا كان المبلغ كافي لشراء السلعة وعلامة خطأ باللون الأحمر إذا كان المبلغ غير كافي لشراء السلعة عندي هذا الكتاب سعره بالريالين سعره بالريالين طيب أشوف المبلغ اللي عندي هل يكفي أني أشتري هذا الكتاب ولا لا عندي كم عملة ها واحد اثنان إذن كم لو جمعتم مع بعض كم صاروا صاروا ريالين إذن هنا عندي السعر ريالين إذن هل هي كافية ولا غير كافية أحسنتم كافية لأن عندي ريالين هنا خلاص إذن أضع علامة صح باللون الأخضر لأنها كافية وصحيحة هذه العملات لشراء هذا الكتاب طيب شوف شيء آخر أيضاً نفس السؤال ضع علامة صح إذا كان المبلغ كافي لشراء السلعة وعلامة خطأ باللون الأحمر إذا كان المبلغ غير كافي لشراء السلعة هالمرة عندي نظارة هالمرة نظارة شوفوا سعرها كم بطاقة السعر كم مكتوب بريالان ريالان طيب العملات اللي عندي موجود كم هذه العملة الموجودة عندي فقط ريال واحد فقط طيب برأيكم هل هي كافية لشراء النظارة عشان أشتري النظارة النظارة بريالين وأنا عندي عملة واحدة فقط اللي هي ريال هل هي كافية ولا غير كافية غير كافية إذن سأضع أي علامة صح ولا خطأ أحسنتم سأضع علامة خطأ باللون الأحمر إذن سأقوم بتغيير اللون للون الأحمر وأضع علامة خطأ لأن الريال هذا غير كافي لشراء النظارة اللي سعرها بريالين والعملة عندي ريال إذن هي غير كافية طيب نشوف شيء آخر أيضا أيضا نفس السؤال لكن الأشياء اختلفت هالمرة عندي قلم أزرق ضع علامة صح باللون الأخضر إذا كان المبلغ كافي لشراء السلعة وعلامة خطأ باللون الأحمر إذا كان المبلغ غير كافي لشراء السلعة وشو السلعة اللي بشتريها يعني الغرض اللي بشتريه قلم أزرق هالقلم كم سعره كم سعره ريال واحد طيب الفلوس اللي عندي أو الفئات النقدية اللي عندي كم كم هذه نصف ريال طيب القلم بالريال هل تتوقعون هذا المبلغ كافي عشان أشتري القلم ولا لا أحسنتم غير كافي يعني ما عندي فلوس تكفي لشراء قلم الأزرق لأن سعره بالريال لكن الفلوس اللي عندي نصف ريال يعني الشيء أقل من الريال إذن سأضع أي علامة صح ولا خطأ سأضع ممتاز سأضع علامة خطأ باللون الأحمر لأن هذا المبلغ غير كافي لشراء العملة المعدنية لشراء أسفل القلم الرصاق الأزرق والعملة الموجودة عندي خمسون هللة وهي غير كافية لأن سعر القلم الأزرق بريال واحد سأكتفي بهذا القدر لدرس اليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم ولكن لا ننسى أعزائي أولياء الأمور تعميم المهارة من خلال تجربة تعميم مهارة الشراء أثناء الذهاب للتسوق في السوبر ماركت بإعطاء الطالب عملات تدرب عليها اللي هي ريال وريالان ونصف ريال ودعه يشتري بعض الأشياء المحبة له باستخدام هذه العملات البسيطة ويجرب عملية الشراء باستخدام هذه العملات لتعميم المهارة حتى لا يفقدها أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزائي طلاب والطالبات أراكم في الحصة القادمة بمراجعة جديدة لدروس جديدة أيضا كانت معكم المعلمة أمن التمامي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر